السلام عليكم انا اليوم بدي اقدم لكم وصفة كتير طيبة وكتير طعم يعني السوس هالدجاج والبطاطا طلع كتير طيب يعني وطلعت جوسي يعني وحتى لو حمصت وجه بس اول شي بدي انصحكن انو الدجاج اذا كنتو انتو متلجينو بالفريزر ما يخطر ببالكن تحطوه بمية سخنة او تدوبو بالميكرويف او اي طريقة اذا بتكون تحطوه بمية تكون مية من الحنفية او بتتركوه بالبراد لحتى يدوب على مهله يعني من قبل بيوم بتطلعوه بتخلوه ليلى كاملة بقلب البراد لحتى يدوب عنو التلج هيك صحيا افضل وما ضروري لا تحطو خل ولا تحطو تفركو بحامض المهم المصدر طبع التجاج يكون نظيف المكان الي عم تشتروا منو وفيكن بتغسلو بس بمية يعني في ناس ما بتغسلو بس انا بغسلو بس بمية وريحتو بتجنن الملح والبهارات بتكفي يعني للجاج اه انا هيك رأيي يعني هلا انا عم بعمل السوس لانقع في خاد الجاج انا جاي به بدي انقعون من قبل بليلة حطيت كباية مية ونص كباية لبن انا كان عندي لبن غنم يعني طعمته لذيذة جدا يعني اللبن غنم منو مدخن يعني اه في لان مدخن كمان وحطيت نص كباية زيت زيتون وحطيت شيخ سبع حصوستهم يعني ضقيقتن وملعة صغيرة مليانة فلايفلة حلبية انا طحنتن وحاطتن بالبراد وحاطت على وجون زيت مشا ما ينتجعو وحطيت ملعة صغيرة مليانة اه بابريكا ونص ملعة صغيرة بهار اسود ونص ملعة زنجبيل يعني بودرة الزنجبيل وكمان حطيت ملعة صغيرة بهار دجاج وملعة صغيرة بهار مشكل سبع بهارات اه وكمان شوية هال يعني كمان نص ملعة صغيرة او ربع ملعة هلا كل هدول يخلطن منيح منيح مع بعضون السوس وحطيت لها البهارات اكيدوا كمان ملعة صغيرة مليانة ملح اه خفقتن منيح مع بعضون او قطعت البطاطا حطيتهم بالصينية وحطيت فوقن شوية سوس اسم قصم يعني من السوس وهلا الاتجاج كل قطعتين ثلاثة عم لوطن مع بعضون كمان اه بدي اضيفهم فوق البطاطا كل قطعة بتتلوت منيح وبحطها فوق البطاطا بصفهم كلهم وبقية السوس اكيد نسيت لكم كمان انا حطيت نسك بيت حامض بقلب السوس يعني بعدين انا السوس اللي بقيت بعد ما بغطس الدجاج بقلبها حطلق فوقن كمان ومشان يدل علي مرأة يعني شوية صغيرة سوس يعني بعد ما تستوي الصينية بيبق عليها شوية سوس يعني هلا اكيد اههههه اينا مغطينا بالفرن يشفهو بسرعة هدا المرأة تبتعويتم بتنشف بسرعة وما بيستويه بسرعة فأنا لازم غطيهم بورقة زبدة بالأول لأن وراء الألمنيوم منوص صحي يضق بالأكل وبعدين بورقة ألمنيوم لحتى تمنع عنا الهوى نهائيا يعني هيك بقلب الفرن لحتى تتسكر على الآخر وتستوي هلا أنا حطيتها بالبراد ليلة كاملة نقعتها وتاني يوم الصبح فوتتها على الفرن وخليتها حوالي ساعة ونص وصحة وهنا وحمصت وجه كمان وصحة وهنا